السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى أخوات في العالم شرح سريع كده معنا هو طريق التشغيل المصادقة الصنائية على فيسبوك بدون استلام كود أو رمز على الشريحة بتاعتنا طيب قبل ما نبدأ في شرح اليوم لو حضرتك أول مرة بتشوف قناتنا على اليوتيوب أكون سعيد الحظ لو حضرتك اشتركت في القناة وفعلت زرار الجرس علشان يوصل لحضرتك كل جديد وخلونا نبدأ في الشرح ونشوف الطريقة خطوة بخطوة كل اللي هنحتاج نعمله مباشر هنفتح فيسبوك هنضغط على الثلاث شرط من هنا وبعدين هننزل تحت على الاعدادات والخصوصية وبعدين الاعدادات ومن الاعدادات كلمة السر والأمان وبعدين التحقق من اعدادات الأمان المهمة هنزل تحتها لها حاجة اسمها تشغيل المصادقة الصنائية هضغط عليها هعمل بدء الاستخدام وهاختار أول اختيار وبعدين هعمل متابعة وبعدين هنسخ الشفرة بتاعتي أو الكود بتاعي هضغط عليه ضغطة مطولة هيقول لي تم النسخ وهنروح نفتح التطبيق ده وهتلاقي اسم التطبيق في صندوق الوصف تقدر تنزله من داخل متجر جوجل بلاي هنفتح التطبيق هنضغط على أول اختيار وبعدين تاني اختيار وبعدين هنختار الفيسبوك وبعدين هنختار تاني اختيار وبعدين هعمل لسق وبعدين نيكست وهكتب اليوزر لين بتاعي مثال هكتب ميدو وبعدين سيف هيديني الرمز ده 6-5-2-7-4-8 6-5-2-7-4-8 حعمل متابعة 6-5-2-7-4-8 وبعدين حعمل متابعة هيقول لي المصادقة الصنائية قد التشغيل حعمل تم ولو دخلت تاني على التحقق من اعدادات الامان المهمة حلاق ان التاني يعني التلاتة بقوا باللون الاخضر المصادقة الصنائية قد التشغيل وبكده نكون شغلنا المصادقة الصنائية بدون استلام كود او رمز على الشريحة الخاصة بينا وبكده يكون انتهى شرح اليوم اتمنى ان انا يكون افتح حضرتك ولو بمعلومة ولو استفدنا بمعلومة ياريت ندعم الفيديو ده بلايك اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته